موسيقى النشرة المسائية المفصلة من تلفزيون لبنان في بيروت مساء الخير مساء الخير بعد الدعم السعودي دعم فرنسي للبنان فرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري كان في الاليزي اليوم مكرما من الرئيس فرانسواء أولان والمناسبة سجلت محادثات مهمة على صعيد العلاقات اللبنانية الفرنسية وتطورات الشرق الأوسط وسبل مواجهة الإرهاب ووسائل تخفيف أعباء النازحين السوريين في لبنان الرئيس الحريري الذي تحدث أيضا مع نظيره الفرنسي ينتقل من باريس إلى برلين غدا ثم بريكسل بعد غد وفي لبنان تقدم الكلام على إنجاز قانون الانتخاب هذا الشهر كما قال رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وخلال أيام وفقا ما أعلن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وفي رأي أوساط سياسية فإن جلسة المناقشة نيابية للحكومة يوم الخميس هي بمثابة بوابة عبور إلى قانون انتخاب في إطار الجهد الذي سيتم ليكون ممثلا لجميع اللبنانيين كما أكد الرئيس عون وفي بيروت كان تحرك لوزيرة الدفاع الإيطالية وقد برز كلام الرئيس بر أمامها على الدور الذي تلعبه بلادها في إطار اليونيفل الرئيس بر عرض مع رئيس ميقاتي رسالة الرؤساء الخمسة إلى القمة العربية كما بحث معه في بلوغ قانون الانتخاب وإجراء الانتخابات النيابية خلال شهرين قبل انتهاء ولاية البرلمان وفي الخارج ضرب الإرهاب اليوم في محطة مترو في سان بيترسبرغ في روسيا وأوقع قتلى وجرحه الإرهاب يضرب من جديد ووجهته هذه المرة مدينة القيصر سان بيترسبرغ الروسية فقد هز انفجار في إحدى عربات المترو داخل محطة القطارات في المدينة ما أسفر عن وقوع عشرة قتلى وإصابة ما لا يقل عن خمسين شخصا قبل أن يتم إقاف حركة القطارات وإجلاء كافة المسافرين والركب مصادر إعلامية قالت إن الهجوم نجم عن تفجيرين متزامنين إلا أن أجهزة الطوارئ ذكرت في وقت لاحق أن تفجيرا واحدا فقط استهدف القطار وأظهرت كاميرات مراقبة صورا للمشتبه به بتنفيذ العملية الإرهابية في غضون ذلك أشارت اللجة الروسية لمكافعة الإرهاب إلى أنه تم العثور على عبوة ناسفة أخرى في المحطة وأبطلت مفعولها إلى ذلك نفت الرئاسة الروسية كل الأنباء التي أشارت إلى أنه كان متوقعا أن يمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قرب مكان الانفجار وفور الإعلان عن حصول الانفجار أكد بوتن أننا ندرس كل الاحتمالات بما فيها الإرهاب مشددا على أن الأمن الروسي يحاول تحديد ملابسات الحادث وقدم التعازي لأهل الضحايا كما دانت بعض الدول بقوة التفجيرات الإرهابية معربة عن تضامنها الكامل مع روسيا والوقوف إلى جانبها من أجل القضاء على الإرهاب السفير اللبناني في روسيا طمأن بأن أبناء الجالية اللبنانية في روسيا بخير ولم ترده حتى الساعة معلومات عن وجود لبنانيين بين ضحايا تفجيرات المترو الحريري في فرنسا بعض الفصلة ونواصل نشاطنا من تليفزيون لبنان رئيس الحكومة سعد الحريري بدأ جولة أوروبية استهلها من باريس حيث قلده الرئيس فرنسا أولاند وسام جوقة الشرف من رتبة كوماندر مؤكدا أن فرنسا ستبقى داعمة للبنان وخلال لقائه كازوناف جدد الحريري دعوته الدول المعنية إلى مساعدة لبنان خصوصا في ملف النزوح مؤكدا أن لبنان غير قادر على تحمل أعبائه سنستمر في النضال سويا ضد المتطرفين لكي تحيا دولتين لأجل عالم أفضل هذا ما أكد عليه الرئيس سعد الحريري بعد لقائه الرئيس الفرنسي فرنسا أولاند الذي قلد الرئيس الحريري وساما من رتبة كوماندر الرئيس الفرنسي شدد على أن وجود مليون ونصف نازح سوري في لبنان يشكل عبءا ماديا ومعنويا وباستطاعاتكم ودائما الاتكال على فرنسا كما قال متوجها إلى الرئيس الحريري والخضور أولاند توجه أيضا للحريري قائلا ندرك أن هناك استمرارية فمنذ عشرة أعوام قلدك الرئيس جاك شيراك وساما ونأمل أن تستمر بحمل شعلة قضية العام 2005 أولاند أكد أن وزير الدفاع زارة لبنان لتطبيق خطة مساعدة الجيش اللبناني كما لفت إلى موقف الرئيس الحريري الشجاع والدائم لترشيح العماد ميشيل عون لرئاسة الجمهورية من أجل وضع حد للفراغ الرئاسي يومها هذه الأشياء التي تحتاج إلى موقف الرئيس الحريري ومن أجل مواصلة المعركة ومن أجل مواطنين وشكر كل من شارك هذا اللقاء وقضاف في هذه اللحظات أتذكر والدي الرئيس الشهيد الذي كان ليكون فخورا بما يجري حاليا الرئيس الحريري كان أجرى محادثات مع رئيس الوزراء الفرنسي بيرنار كازوناف حيث أكد أن لبنان لا يستطيع تحمل عباء مليون ونصف نازح عن المجتمع الدولي واستذكر التاريخ المشترك بين لبنان وفرنسا وكشف عن إنشاء لجنة عليا بين الرياض وبيروت بعد زيارته الأخيرة للمملكة العربية السعودية خلال مدة شهر كما ستكون لجان اقتصادية أيضا بين مصر ولبنان لتفعيل الحركة التجارية بين البلدين وفي العاصمة بيروت جولة لوزيرة الدفاع الإيطالية وتأكيد على عودة النازحين إلى المناطق الأمنة في سوريا نوه الرئيس العماد بشالعون بالدور الذي تلعبه القوى الإيطالية العاملة في القوات الدولية في الجنوب مقدرا تضحيات رجالها في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701 وشدد خلال استقباله وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي على تعزيز التعاون بين البلدين على الصعود كفاء بدورها نقلت الوزيرة الإيطالية تهنئت حكومة بلادها للرئيس العون لمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية ومن عين التيني وبعد لقائه الوزيرة الإيطالية نوه الرئيس نبيهبر بدور الكتيبة الإيطالية العاملة في اليونيفل ودعا إيطاليا لأن تلعب دورا فاعلا من أجل قيام الأمم المتحدة بواجباتها لردع إسرائيل وتثبيت حقوق لبنان الكاملة في المنطقة الاقتصادية الوزيرة الإيطالية زارت وزيرة الدفاع يعوب الصراف الذي شدد على دورة عودة النازحين إلى المناطق الأمنة في منوهة بنوتي بالجيش الذي أثبت قدرة عالية على مواجهة التحديات الرهنة الزائرة الإيطالية تفقدت كتيبة بلادها العاملة في إطار قوات الأمم المتحدة في شماع في قضاء سوري رفقها وفد رفيع من الوزارة وقائد القوات المسلحة الإيطالية لواء كلاوديو جراتسيانو الرئيس عون جدد التأكيد على أن قانونا جديدا للانتخابات سيتم إقراره يؤمن عدالة التمثيل ويحترم النظام الطائفي القائم في لبنان العامة عون جدد على أن لبنان سيبنى بعد اليوم على أساس احترام الدستور والقوانين وسيكون اللبنانيون أمام نهج جديد في العمل يمحو تدريجيا التراكم الذي استمر 27 عاما جدد رئيس الجمهورية ليماد ميشيل عون تأكيد على أن قانونا جديدا للانتخابات سيتم إقراره يؤمن عدالة التمثيل ويحترم النظام الطائفي القائم في لبنان ويحافظ على حقوق الجميع وفي خلال استقباله وفدا من مخاتير الدائرة الأولى في بيروت ومنطقة لمدور بحضور وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشيل فرعون والنائب أجوبا كرادونيان والوزير السابق نئولى صحناوي شدد الرئيس الجمهورية على أن لبنان سيبنى بعد اليوم على أساس احترام الدستور والقوانين وسيكون اللبنانيون أمام نهج جديد في العمل يمحو تدريجيا التراكم الذي استمر 27 عاما الرئيس عون دعا لبنانيين إلى مواكبة التوجه الجديد في الحكم لأسيما الخطط الإنمائية التي يعتمدها مجلس الوزراء والمتعلقة منها بالكهرباء والتنقيب عن النفط والغاز والطاقة وقريبا خطة السدود التي يحتاجها لبنان وأعاد رئيس الجمهورية التأكيد على أن مكافحة الفساد تبقى أولوية إلى جانب وضع الخطة الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين قطاعات الإنتاج الوزير فرعون استذكر المصالحة المسيحية التي أفسحت في المجال أمام التوافق في الانتخابات البلدية والاختيارية الأخيرة ومفاعلها الإيجابية التي حققت الشرعية المسيحية السياسية وترجمت بانتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية تحديات العمل في لبنان وأسبل مواجهتها في ظل كثافة النزوح السوري تناولها رئيس عون مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية جي رايدر الذي لفت إلى أنه سينقل إلى مؤتمر بركسل خلال اليومين المقبلين شهادات حية عما عينه في لبنان لا سيما ما يقدمه المجتمع اللبناني من تضحيات لمساعدة النازحين السوريين وما تركه ذلك من عكسات سلبية على الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية فيما شرح الرئيس عون ما سببه النزوح السوري من تداعيات سلبية على اليد العاملة اللبنانية لافتا إلى أن الوفد اللبناني إلى بركسل زود بالتوجيهات اللازمة لطرح الوضع في لبنان بكل تفاصيله الرئيس عون طلع من الأمين العام لحركة مواطنون ومواطنات في دولة الوزير السابق شرب النحاس على الحملة التي أطلقتها الحركة وأكد نحاس وجوب إعادة الاعتبار لروح الدستور وعلى الدور المركزي لرئيس الجمهورية في حمايته وفرض احترامه وفي القصر الجمهوري رئيس الوزراء الروسي السابق سرغيس تيباشين على رأس وفد من الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكتية الروسية الفلسطينية أطلع رئيس الجمهورية على ما تقوم به الجمعية للمحافظة على الأراضي المقدسة لأبنائها وحماية الوجود المسيحي في دول الشرق الأوسط عموما وفي فلسطين خصوصا الرئيس نبيه بري الطالبة وفد السلك الكنسولي بأن يحمل قضية حق لبنان في ثروته النفطية والرئيس نجيب مقاطي يوضح أن رسالة الرؤساء السابقين إلى الأقمة العربية لا تستهدف أحدا وغايتها أن تكون الدولة دولة قوية متمكنة رئيس مجلس النواب نبيه بري رأى أن لبنان في وضع حرج معتبرا أن هناك فرصة قصيرة متبقية يخشى أن تكون الأخيرة وأضاف لذلك نحن سنذهب إلى مجلس الوزراء قريبا بطرح المختلط بين الأكثري والنسبي على قاعدة 64-64 بالصفات الصيغة الأفضل التي يمكن أن تنزل القانون من شجرة التعقيدات من جهة ثانية قانون الانتخاب والمذكرة التي رفعها الرؤساء الخمسة إلى القمة العربية كانت موضع بحث بين الرئيس بري والرئيس نجيب مقاطي الذي أكد على الثوابت الوطنية الواردة في هذه المذكرة مشيرا إلى أنها الطريق الأكثر والصحيح لبناء الدولة أكد للرئيس بري أن أخليقياتي وأخليقياتنا كلنا الموقعين السياسي وأنا شخصيا ما كان ولا ويردي عندنا أنه بإرسال هذه الرسالة التعرض ولا نسمح أيضا بالتعرض لأي شريحة من المجتمع اللبناني ولا لأي حزب نحن خلالنا نحكم على المضمون وأنا ندائي للجميع لكل المخلصين واللي عارضوا أو انتقدوا أو اللي يجبين ووافقوا إعادة كراءة هذه الرسالة بعقل سياسي بناء ونشوف أن هذه الرسالة لم تطال أحد لا نستهدف أحد ولكن الوحيد اللي نحن غايتنا فيها هي الدولة اللبنانية أن تكون دولة قوية ومتمكنة وحول قانون الانتخاب الرئيس ميقاطي أكد أن الدستورة ينص على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية خلال فترة شهرين قبل انتهاء ولاية المجلس وإلا نحن ذاهبون إلى فراغ دستوري في السلطة التشريعية وكان الرئيس بر قد التقى أعضاء السلك القنصلي في لبنان برئاسة عميدهم جوزيف حبيس وتم عرض الأوضاع الداخلية الرئيس بر شدد على وحدة الاغتراب اللبناني مشيدا بالدور الذي يلعبه القناصر في العالم مطالبا إياهم بأن يحملوا قضية حق لبنان في ثروتهم النفطية والمنطقة الاقتصادية الخالصة على أول جدول نشاطهم بدوره حبيس أشاد بدور الرئيس بر معتبرا إياه بأنه صمم أمان الديمقراطية في لبنان وأنه داعية الحوار والانفتاح في الخلافات والتجاذبات وفي الاضطرابات الدستورية والقانونية الدائب بن سامي لجميل دعا بعد لقائه البطريرك الراعي للالتزام بما تم الاتفاق عليه في اجتماع بكركي والوزير حصبا يؤكد أن التمديد التقني معرب عن تفاؤله بقانون جديد للانتخابات البطريرك الماروني الكاردينال مع ربشارة بوتروس الراعي تناول تطورات ومسألة قانون الانتخابات النيابية مع رئيس حزب الكتائب النائب سامي لجميل القانون الانتخابي كان أيضا محور اللقاء بين الكاردينال الراعي ونائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني الذي رأى أن الأمر يحتم تمديدا تقنيا للانتخابات ليس بسبب سياسي بل للتوضيح للناس سياق الانتخابات عندما تكون النسبية جزءا من القانون متوقعا حصول الانتخابات هذه السنة يبدو أن هناك نية بالمضي قدما من بعد ما تم إقرار الموازنة بمجلس الوزراء أن يتم التركيز على قانون الانتخاب في صياغ متعددة ولكنها محصورة ومن كتير ولا متشعبي كانت تداولت بين الفرقاء السياسيين كما طلبنا نحن منذ فترة وقبل بداية النقاش بموضوع الموازنة إلنا أن قانون الانتخاب يجب أن يوضع على طاولة مجلس الوزراء بأقرب فرصة ممكنة وهذا ما قد يحدث قريبا بإذن الله ونحن بانتظار أن يعود جميع من السفر ليبت هذا الموضوع على طاولة مجلس الوزراء البطرية الكراعي تسلم من الأستاذ في التاريخ وعلم الاجتماع دكتور عماد مراد كتابه الجديد وعنوانه الأديرة في قضاء بعبدة النائب سامي الجميل يسأل من زحلي قانون بكركي توافق عليه الجميع فلماذا تنكر له؟ أحيى حزب الكتائب ذكرى صمود وانتصار زحلي في 2 نسان 1981 في احتفال حاشد حضره رئيس الحزب النائب سامي الجميل والنائب الماروني وحشد من الفعاليات السياسية والحزبية والاجتماعية والنيابية من زحلي والبقاع الجميل دعا إلى بناء الدولة والسيادة والاستقلال والالتزام بالمواعيد الدستورية والديمقراطية ودولة المؤسسات والقانون والحق كما دعا للإصراع في إقرار قانون الانتخابيين عادل رافضا القوانين المفصلة على قياس البعض نحن اليوم نكرم كتائبي زحلي الأبطال ولكن أكيد ما بدنا ننسى كل رفاقنا يلي إجوا من كل لبنان كرميلتا يدافعوا معكم عن زحلي تحيي إلى جو إدي تحيي إلى باب حداد تحيي إلى فؤاد أبو ناضر تحيي إلى كل الأبطال يلي إيدوا هذا المجتمع ويلي خلونا نحن اليوم نكون موجودين وعلى رأسهم الشهيد الرئيس بشير جميل كما كانت كلمة للنائب إلي ماروني أكد فيها السير على نهج الرئيس المؤسس الشيخ بيار الجميل والرئيس بشير الجميل لتبقى زحلي حصن الدفاع عن لبنان أنتم أبناء المقاومة اللبنانية الحقيقية فانتصرتم وغيرتم وجهة تاريخ لبنان وحفظتم على زحلة حرة قوية رئيس كتلة الوفاء للمقاومة نام حمد رعد أكد رفض فرض أي درائب على الموظفين والفقراء وذوي الدخل المحدود وكرر رعد موقفه من قانون الانتخاب قائلا إن النسبية مع الدائرة الواحدة هي أفضل الصيغ لأنها تعطي الحق لكل المكونات بأن تشارك في الانتخابات لتأخذ حصاتها بقدر حجمها لافتا إلى أن كل صيغ القانون المختلط حتى لو نجحت صيغة منها ستكون نتيجتها بكل بساطة وصراحة بأن تأكل حق أحد ما ترجمة نانسي قنقر أحييكم من جديد وزير الخارجية جبران باسيل اختتم زيارته إلى أستراليا وأكد أنه آخر من يفكر بإغلاق الحدود وزير الخارجية جبران باسيل في محاضرة في جامعة سيدني الأسترالية أكد أن مشكلة اللاجئين بدأت مع بداية مرحلة الاترابات وعدم الاستقرار في العالم العربي وتساءل لماذا لا تجد هذه المشكلة حلولا صحيحة معتبرا أن بعض الدول تحاول فرض التأثير السياسي من خلال إيديولوجيات معينة وأكد باسيل أنه سيكون آخر من يفكر بإغلاق الحدود اللاجئون هم أناس أبرياء يفرون لإنقاذ حياتهم وليس عندهم أي خيار والدول التي لسبب أو لآخر تضطر لاستضافتهم عليها أن تفعل ما في وسعها للاهتمام بهم والحكومات التي تستضيفهم عليها واجبات لجهة الرفع من مستوى حقوق اللاجئين وأعتبر أنه ليس من الضروري أن يكون جميع اللاجئين أبرياء وهناك خطر عالي المستوى من أن يستفيد الأرهاب من مستوى تأثير مسألة اللجوء لعبور الحدود موضوع اللاجئين يؤثر على الوضع الديمغرافي في لبنان وأنا سأكون آخر من يفكر بإغلاق الحدود وأقام رئيس المجلس التشريعي في سيدني جون عجياء غداء تكريميا على شرف الوزير باسيل في بارلومان الولاية في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية دكتور بيان رفول وفعاليات من الجالية اللبنانية وكان الوزيران باسيل ورفول قد جالا مع المطران طراباي والقنص البطار غانم على مدرسة رهيبات العائلة المقدسة المارونيات في هارس بارك ومدرسة مارشربل في بانشبول ودعا إلى الحفاظ على القيم اللبنانية واللغة العربية وتفقد وزير الخارجية مكتب الانتشار الذي ترأسه الدكتورة فادية بوداغ رغصين واطلع على الانجازات التي قام بها المكتب لجهة تسجيل اللبنانيين في أستراليا بعد اتصالات بين الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الله والحزب الديمقراطي اللبناني علق الوزير إرسلان على حادث أشويثات محدرا من الطابور الخامس عقد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الوزير طلال إرسلان مؤتمرا صحفيا تنول فيه إشكال الشويفات الذي حصل ليل الأحد بين مناصري حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي على خلفية رفع علام حزبية من قبل حزب الله وإزالته من قبل مناصرين للحزب التقدمي الاشتراكي مؤكدا أن الشويفات ستبقى بوابة الجبل الضامنة للسلم الأهلي ومحذرا أي طابور خامس من اللعب بنار الفتنة المذهبية الشويفات لن تكون وما كانت قبل ولن تكون إلا الحافظة والراعية لظهر المقاومة الوطنية في هذا البلد هذا قرار متخذ في الجبل ومتخذ بـ 11 أيار 2008 بالتنسيق الكامل مع الحزب التقدمي الاشتراكي ومع الأخوة في المقاومة وعلى رأسهم الصديق الكبير والأخ الكبير سماحت السيد حسن نصر الله لما يمثله هذا الرمز الوطني الكبير على المستوى الوطني اللبناني اللي صار مبارح له وجهين وكيف تزامنوا مع بعضهم شغلة عجيبة أولا التحريد المذهبي تانيا التحريد الداخلي داخل الطائف الدرزي إرسلان لفت إلى أن هناك اتصالات حصلت بين الحزب الاشتراكي وحزب الله أكدت أن لا علاقة للأخير بقصة العالم مشددا على أن خط المقاومة جزء لا يتجزأ من العنفوان الدرزي المرة سلم وزير الأشغال يؤكد اهتمام الحكومة اللبنانية بأمن المطار والسلامة المسافرين سلامة وأمن الطيران بات شغل الشاغل للمجتمع الدولي مع تزايد الاعتداءات الإرهابية في كل بقعة من الأرض ولبنان بالتعاون مع المجتمع الدولي باشر باتخاذ إجراءات ضرورية لضمان أمن مطار وسلامة المسافرين وفي هذا الإطار أكد وزير الأشغال يوسف بنيانوس في ورشة عمل حول أمن الطيران في لبنان أن أولوية وزارة الأشغال منصبط على تأمين سلامة الطيران المدني في لبنان مؤكدا العمل من أجل تشكيل هيئة الطيران المدني حسب القانون الصادر عام 2002 ومشددا على أن التعاون الأوروبي اللبناني يؤكد مدى اهتمام الحكومة اللبنانية بهذا الأمر إنها مناسبة لي أن أعلن أمامكم جميعا بأن مجلس الوزراء اللبناني تماشيا مع رغبته في سلامة وأمن الطائرات والمسافرين أكر في جلسته ما قبل الأخيرة تكليف وزارة الأشغال العامة والنقل أطلاق المناقصة الخاصة بالتجهيزات الأمنية لمطار رفيق الحرير الدولي والتي تشمل المعدات اللازمة خارج المطار وداخله من أجل كشف أي عمل إرهابي قد يستهدف المسافرين من وإلى لبنان ممثلة صفيرة الاتحاد الأوروبي أكدت أن هدف الاتحاد تأمين الأمن والاستقرار في لبنان كما في أوروبا مشيرة إلى أن هذه الورشة تشكل فرصة استثنائية للحديث عن التحدي الذي واجه لبنان في مسألة الطيران المدني وأمن المطار مع الزياد الاعتداءات الإرهابية حول العالم وشددت على أن الاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب لبنان في جهوده لتأمين الأمن في ساحة النجم إصلاحات قانون الانتخاب والإنفاق الانتخابي بحثت لجنة الدفاع الوطني في قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي وردت هذا القانون لسببين الأول لأن المدريات العامة لقوى الأمن الداخلي قدمت أسباب رفض هذا القانون لأنها تحضر مشروع قانون متكامل وهي في طور مناقشته في مجلس القيادة على أن يحال إلى وزارة الداخلية وثانيا لأن قوى الأمن الداخلي تقوم بدور وحدة المرور المنصوص عنها في هذا الاقتراح وفي ساحة النجم اجتماع برئاسة رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النائم محمد قباني وحضور عدد من الاستشاريين في مجال السير تم البحث في إجراءات تسهيل مرور السيارات والتنقل في منطقة فردا قبيل افتتاح مجمع الأبس قريبا لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب روبير غاني امتبعت مناقشة اقتراح معادلة شهادة البكالوريا الدولية بالبكالوريا اللبنانية للتلامذة اللبنانيين وتم عرض مناهج وأنظمة التعليم المعتمدة في البكالوريا الدولية ومدى استقلالية هذه المنظمة ومدى انتشارها في دول العالم وكيفية تمويلها وأهمية عدم منافسة شهادتها لشهادة البكالوريا اللبنانية فرعية اللجان النيابية المشتركة برئاسة النائب نوار الساحلي استكملت البحث في قانون الانتخاب لجهة الإصلاحات الواردة وتركز النقاش حول التمويل والإنفاق الانتخابي وتناول تعريف المساهمة الانتخابية ودرسة الأحكام المتعلقة بالإنفاق الانتخابي وحساب الحملة الانتخابية أخبار محلية متفرقة في هذا الشريط السريع ملف النازحين السوريين عرضه الوزير ملحمر ياشي مع السفير البريطاني في لبنان هوغوت شورتر التطورات وموضوع قانون الانتخاب والمسار الصحيح للعمل الديمقراطي تنوله الرئيس سليم الحصم عن نائب إمير رحمي الذي لفت إلى أن الرئيس الحصطرح مبدأ نسبية منذ عام 1989 على مستوى لبنان دائرة واحدة أو على مستوى المحافظات الخمس رحمي أشار إلى أن الوقت حان كي يكون النائب فاعلا في البرلمان الذي عليه مراقبة عمل الحكومة بحث قائد الجيش العماد جوزيف عون في التطورات الراهنة مع النواف خضر حبيب خالد زهرمان ودوري شمعون أستقبل عون السفير الكويتي عبد العالق نعي يرافقه المرحق العسكري العميد الركن عادل عنزي وتناول البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وعلاقات التعاون بين جيشها البلدين كما استقبل رئيس أركان الدفاع الإيطالي الجنرال كلوديو جراتسيانو على رأس وفد مرافق وكذلك رئيسة بلدية مرجعيون أمال حراني على رأس وفد مرافق غصت قاعد حسينية بلدة لبايا في البقاع الغربي بالمهنئين والمباركين لسمحة الشيخ علي الخطيب لمناسبة انتخابه نائبا لرئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وباسم دار الفتوى وأكد مفتزحل والبغع الشيخ خليل ميس على أن التفاهم بين اللبنانيين كان عن قناع واقتناع وأعطى ثمرته في تجنيب البلد الفتن كذلك شارك وفد من مشايخ طائفة موحدين الدروز الذي تمنى الخير والازدهار والتقدم لشيخ الخطيب الذي بدوره أكد على الوحدة الإسلامية والوطنية ونبذ التفرقة رابطة قدام القوات المسلحة عقدت اجتماعا في النادي العسكري المركزي في منطقة المريسي ناقش خلاله في شأن سلسلات الرتب والرواتب والجزء المتعلق منها بقدام الأسلاك العسكرية لشهات وجوب إنصافهم وأقرار السلسلة وإلى الفقرة الاقتصادية في الاقتصاد خطة الكهرباء أقرت ولكن كيف ستطبق وما هي المناقصات التي ستعتمد والتي ستطرح استاذ جون طويل رأيك بهذا الموضوع ستناده أول شيء خطة الكهرباء اللي هي تسمى خطة لصيف 2017 أو الخطة الإنقاضية لقطاع الكهرباء تتمحور على أربعة في فئلة أربعة محاور أول شيء بدون يستأجروا طاقة إضافية من خلال استأجار باخرتين الطاقة الإضافية ستكون 825 ميجاوات هذا الحل هو حل مؤقت هل هو الحل الأنسب؟ أكيد لا البعض يخترح أنه إنشاء معامل بدلا من مستأجر باخرتين أكيد يجب إنشاء معامل لنا وهذا بعد مرة هذه الخطة رح تكلفنا بالسنة 58 مليون دولار على خمس سنين يعني كلها سواء من دون الفيور رح تكلفنا تقريبا 1.8 مليار دولار هالمصرية مثل ما إجرب بالبحر رح يروحوا بالبحر بس معنا حالتين اليوم نتمنى على الحكومة تنعمل موضوع الباخرتين أو البواخر تنعمل بطريقة شفافة يصير فيه عن جد مناقصة مش مناقصة وهمية مثل ما عودونا عليهم فيه تالت شيء هو إنشاء محطات لاستيراد الغاز مثل ما كلنا بنعرف المحطات اللي عنا إياهن نحنا بلبنان هن محطات بيشتغلوا على الغاز وبيشتغلوا على الفيول 95% من الإنتاج تابعنا هو من خلال هالمحطات ونستعمل فيهم بس للفيول لأنه الغاز بعد ما بيوصل لعنا مع أنه الغاز أرخص بكتير أحسن للبيئة والإنتاجية تابعه بتكون أحسن آخر شيء هن اللي عم بفكروا يعملوا هي زيادة تعرفة كهرباء بـ 40% بس أكيد المواطن ما رح يقبل يدفع فطورة كهرباء أكتر بـ 40% إذا ما عنده كهرباء زيادة يعني هذا الحل اللي انطرح قديش بيفيد أنه بيخفف العجز تأثير طبع تحويل كهرباء لبنان على المينة الدولة كلنا بنعرفه نعم نحن منحول تقريباً بين مليار و مليارين دولار بالسنة لعجز كهرباء لبنان في حال تبقتها الخطة؟ شو معناتها عجز كهرباء لبنان يعني وقت الدولة عم بتحول لتسكر عجز كهرباء لبنان وين المشكلة اليوم؟ المشكلة إنه نحنا كمواطنين عم ندفع أقل وقتها عم ندفع كلفة الكهرباء عم ندفع أقل من ما تتكلف الكهرباء لبنان نعم بتقريباً أربع خمسة سنت أربع خمسة سنت على كيلو وات نعم اليوم نزيده وترح يزيده تعريفة أربعين بالمئة مفروض نرجع نضبط العجز في الملف السورية القوات البريطانية الجوية تنفذ غارتنا على قاعدة الطبقة الجوية وسد الفرات والجيش الحر يحذر من سعي إيراني لتنفيذ تهجير مذهبي بمحيط دمشق تراجعت الولايات المتحدة الأمريكية عن تصريحها حول مصير الرئيس السوري بشار الأسد مؤكدة أنه سيبقى من أولويات واشنطن دائماً وصفة إياه بمجرم حرب وفق قولها في الغضون اتساع الصراع الدولي على الساحة السورية يتمظهر كل ممر يوم على الأزمة ففي خطوة هي الأولى من نوعها كشفت صحيفة ذاسان عن مشاركة قوات خاصة جوية تابعة للكوات البريطانية في عملية السيطرة على سد الفرات وقاعدة الطبقة الجوية قرب الرقة حيث نفذت هذه القوات غارات عدة حيث يتمركز مسلح تنظيم داعش وكان قد سبقت المشاركة البريطانية تدخل لقوات مموشات البحرية الأمريكية وأخرى من قوات سوريا الديمقراطية التطورات على جبهة الرقة لم تحرف الأنظار عن المواجهات في الميادين الأخرى إذ واصل الجيش الحكومي تقدمه في ريف حمى الشمالي لاستعادة السيطرة على البلدات التي خسرها في آذار الماضي فسيطر على تلة لمعردس وتل دوير وجسر معردس وأصبح على أبواب مدينة سوران كما في ريف حمى الشمالي كذلك في ريف حمص حيث أحكم الجيش السوري الحكومي السيطر على جبل أبو الظهور استراتيجي إلى ذلك أدانت فصائل الجيش السوري الحرف بيان عملية تبادل السكان بين مدن الزبداني ومضايا وبلودان والفوع المحاصرة في ريفي إدلب ودمشق وصفة ذلك بعمليات التهجير الطائفي واعتبرتها تأسيسا لمشروع تطهير عرقي وطائفي يعزز الوجود الإيراني في المنطقة ووصف البيان ما يحصل بالجريمة ضد الإنسانية مطالبا مجلس الأمن الدولي بالتدخل العاجل كمحضة جامعة الدول العربية للانعقاد على مستوى وزراء الخارجية إلى هنا تنتهي نشاتنا نبيل وأنا نشكر لكم حسن المتابعة الملتقى يتجدد في تمام الساعة لحديثة عشر والثلث إلى اللقاء موسيقى